كثر الحديث عن مساعدات إغاثية ومنح مالية تقدم لليمنيين من قبل المنظمات الدولية الأمر الذي كان محركا ودافعا لمجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول أين تذهب هذه المساعدات والتي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات فبعد أن تم الكشف عن ميزانية مهولة تتعدى العشرين مليار دولار قدمت لمجموعة من المنظمات المحلية والدولية العاملة داخل اليمن أطلق ناشطون حملة تحت هاشتاج وين الفلوس سعوا من خلالها الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة أبرزها لماذا لا تنعكس هذه المساعدات على واقع اليمنيين وتخفف من معاناتهم كما يبحثون عن الأسباب التي تحول دون إصدار المنظمات الوسيطة أي تقارير ختامية مالية عما تسلمته من أموال طوال سنوات الحرب المنظمات بدورها تحججت بسوء الوضع وظروف الحرب واتخذتها ذريعة للتستر على نشر التقارير وكردة فعل منها أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيه ملخصا لبعض مشاريعها في اليمن قال الناشطون إن الهدف من ورائه امتصاص غضب الرأي العام وذر الرماد على أعينهم وأعين المانحين متابعون يقولون إن هذه المساعدات المالية يذهب جزء كبير منها للعاملين والنفقات التشغيلية وجزء آخر يذهب في نثريات للمشاريع التي تقدمها هذه المنظمات فيما لا يصل إلا النزر اليسير منها إلى المحتاجين أما المواطنون فيقفون بين ما يحدث ولسان حالهم يقول نسمع جعجعة ولا نرى طحينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر